بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي أول تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم الرسم والتلوين على الحرير المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الرسم والتلوين على الحرير الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على طريقة نقل تصميم فني على الحرير وأن يحدد الطالب والطالبة التصميم بالمحددات الخاصة وأن يلون الطالب والطالبة التصميم بألوان الحرير قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولاً أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانياً أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثاً أتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي نشاهد هنا صديقتنا من؟ صديقتنا سارة ماذا تقول لنا هنا سارة الجميلة؟ تقول أنا سارة تخرجت من المرحلة التأهيلية وبدأت بالبحث عن معهد لتعلم فنون الرسم على الحرير ماذا تقول لنا أيضاً سارة؟ تقول وخلال تصفحي على جهازي المحمول وجدت إعلان لمعهد فنون الطباعة والرسم على الحرير ماذا تقول لنا أيضاً سارة؟ تقول توجهت للمعهد ووجدت معلمة الفنون لدينا هنا اللي هي المعلمة هند قلت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردت المعلمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول سارة هنا سألت المعلمة هند ماذا يمكن أن أتعلم عن فنون الطباعة والرسم على الحرير في المعهد؟ بماذا أجابت هنا المعلمة هند؟ قالت لها أولاً سوف نتعرف على أدوات الرسم والطباعة على ماذا؟ ماذا نشاهد هنا؟ قماش ماذا؟ ها طلابي نشاهد هنا مع المعلمة لهو قماش الحرير قماش ماذا؟ قماش الحرير إذن نشاهد هنا مع المعلمة لهو قماش ماذا؟ الحرير أحسنتم إذن أدوات الرسم والطباعة على الحرير يأتينا أولاً نستخدمها في نقل التصميم اللي هو الاستنسل بالإضافة إلى قماش الحرير بالإضافة إلى رسمات حرة نستطيع استخدامها في نقل التصميم أيضاً على الحرير بالإضافة إلى ألوان الحرير أو ألوان القماش إذن لدينا أدوات الرسم والطباعة على الحرير ما هي؟ استنسل أحسنتم قماش ماذا؟ الحرير أحسنتم رسمات حرة أيضاً بالإضافة إلى ألوان الحرير أو ألوان القماش طيب طلابي لدينا هنا هذا التمرين مع المعلمة أريد منكم مساعدتي في اختيار أدوات الرسم والطباعة على الحرير نشاهد أولا الصور لدينا هنا ألوان وهنا زجاج وهنا خيوط وهنا ماذا؟ رسمات حرة سوف نصوب السهام على الصور والإجابة الصحيحة التي تكون من أدوات الرسم والطباعة على الحرير نضع علامة صح طيب نصوب أولا السهام نشاهد هنا في الصورة الأولى ألوان القماش أو ألوان الحرير هل هي من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ صح أم خطأ؟ ها طلابي أحسنتم إجابة صحيحة إذا نضع علامة صح طيب نشاهد هنا نصوب السهام على الزجاج هل الزجاج من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ صح أم خطأ؟ ها طلابي أحسنتم نضع علامة خطأ إذن الزجاج ليس من أدوات الرسم والطباعة على الحرير طيب طلابي نصوي بالسهام هنا على الخيوط هل الخيوط من أدوات الرسم والطباعة على الحرير صح أم خطأ؟ ها طلابي نضع علامة ماذا؟ خطأ أحسنتم إذن الخيوط ليست من أدوات الرسم والطباعة على الحرير طيب نصوب السهام هنا على رسمات حرة هل ذكرتها قبل قليل؟ رسمات حرة نستطيع نقلها على ماذا؟ هل الرسمات الحرة هنا من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ صح أم خطأ؟ نشاهد أحسنتم نضع علامة صح إذن هنا لدينا من أدوات الرسم والطباعة على الحرير لدينا هنا ألوان الحرير أو ألوان القماش بالإضافة إلى رسمات حرة طيب طلابي لدينا هنا أيضا هذا التمرين أيضا أريد منكم مساعدتي في وضع أدوات الرسم والطباعة على الحرير على هذا القميص نشاهد هنا الصورة الأولى لدينا هنا الاستنسل هل الاستنسل من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ هل ذكرتها قبل قليل؟ إذا كانت صحيحة نقوم بوضعه هنا على هذا القميص نشاهد هنا أحسنتم الاستنسل من أدوات الرسم والطباعة على الحرير طيب نشاهد هنا ألوان الحرير أو ألوان القماش هل هي من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ ها طلابي إذا كانت الإجابة صحيحة نقوم بوضعها هنا على القميص نشاهد أحسنتم إجابة صحيحة إذا لدينا هنا ألوان الحرير أو ألوان القماش من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ طيب لدينا هنا الحرير قماش الحرير هل هو من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ ها طلابي إذا كانت صحيحة نقوم بوضعه هنا على القميص نشاهد أحسنتم إجابة صحيحة طيب لدينا هنا الأقلام الملونة أو الألوان الخشبية هل هي من أدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ هل نضعها هنا مع الإجابات الصحيحة؟ أو نتركها تذهب؟ أحسنتم لا نضعها وهنا اكتملت لدينا الإجابات الصحيحة لأدوات الرسم والطباعة على الحرير؟ ذكرنا منها ماذا؟ ألوان أحسنتم هي ألوان الحرير أو ألوان القماش والإستنسل وأيضا قماش الحرير طيب طلابي وطالباتي لدينا الآن تطبيق عملي نكمل عملنا الفمي في البداية لدينا هنا قماش ماذا؟ الحرير وهنا لدينا اللي هو ألوان القماش ولدينا هنا قلم رصاص استخدمناه في نقل التصميم وأيضا لدينا هنا محددات خاصة بالحرير ولدينا هنا أيضا صمق لامع نستطيع استخدامه أيضا على الحرير بالإضافة لدينا هنا ماذا؟ ماذا نشاهد؟ استنسل أحسنتم نستطيع من خلال نقل التصاميم على الحرير بالإضافة إلى رسمات حرة نشاهدها هنا مع المعلمة نستطيع الاختيار منها ونقل التصاميم على الحرير طيب إذن هنا في درسنا السابق قمنا بنقل الرسمة وأيضا حددناها باللون الأسود وحددناها أيضا بالمحددات الخاصة الآن سوف نقوم بتلوين هذه الرسمة الجميلة طيب في البداية نلون الأوراق باللون الأخضر بهذا الشكل إذن هنا باللون الأخضر نلون الأوراق بهذا الشكل طبعا نستطيع استخدام ألوان الحرير تأتينا بالفرشة أو قلم مثل ما نشاهد وهنا أيضا إذن الأوراق باللون الأخضر طيب الآن نستطيع استخدام مثلا لون الوردي للوردة مثل ما نشاهد نقوم بالتلوين داخل اللي هو التحديد اللي سويناه درسنا السابق إذن هنا وأيضا هنا نقوم بالتلوين داخل التحديد نقوم بالتلوين داخل التحديد وأيضا هنا الجزء العلوي من الوردة وأيضا هنا إذن هنا اكتملت لدينا رسمتنا الجميلة والآن نشاهد الآن اكتملت لدينا هنا رسمة الوردة مثل ما نشاهد أصبحت لدينا هنا هذه الرسمة الجميلة لونناها باللون ماذا؟ الأوراق باللون الأخضر ولدينا هنا اللي هي الوردة باللون الوردي إذن هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا الأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي نتنقل الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلام شكرا